إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم الأربعون النووية الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يأطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البيينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر